السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرار من وزير التربية التعليم إعلان نتائج أولى وتانية سنوي إمتى في المدارس؟ يعني خلاص قربنا أيوة دكتور طريق شاوي أكد في تصريح خاص لجراءة كتير ومواقع كتير زي اليوم السابع ومصراوي وغير 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 وقال لك نتائج المتحانات المجمعة لطلاب أولى وتانية سنوي ستعلن في المدارس خلال الإدارات التعليمية بعد انتهاء مرحلة التصحية والمراجعة المطلوبة لأوراق الامتحانات طبعا الطلاب قدوا الامتحانات خلال فترة من 26 إلى 28 تمام؟ وتم اختبار الطلاب في الامتحانات المجمعة ونحن بنطالب بنجاح كل الطلبة لأن الطلبة داخد امتحان أصلاً مش وعي هي بتمتحان إيه وزارة قالت لك الكلام ده كله تقييم هيبقى إزاي وبعد تاني ما فيش دمج للترمي الأول للترمي الأول مالوش لازمة الترمي الثاني بس الأولى وتانية سنوي هو اللي لازمة لكن دمج الترمي الأول والترمي الثاني لسنة ربعة وخمسة وستة وقلية أعدادة وثانية أعدادة بس دمج الترمي الأول مع امتحانات مارس وإبريل ده لصفوف النقل اللي يعمل ربعة للتانية أعدادة أما تانية وأولى سنوي هتبقى على شهر إبريل بس لازم تعدي ربع الدرجة في كل مادة وتعدي من إجمال المجموع كله 50% عشان تركز من ده تركز قوي عشان مجموع الورق نتيجة الطالب اللي احنا بنقول عليها اهو لازم تمثل نتيجة فصل الدرس الثاني اللي هي 100% في حد حصول طابعة لـ 25% من درجة العظمى للمادة أو 50% من درجة النائية اهو تعطب نتيجة الطالب عدم اكتياز ليه؟ هيتعمل له امتحان تكميلي علشان شهر مايو ده اللي بنقول علي وان شاء الله كله ناجح ان شاء الله نسبة النجاح معدية 98% ان شاء الله ان شاء الله بس لازم تركزوا على ده عشان تبقى عارفين انا نزلت كذا فيديو في الكلام ده والناس كتير سألتني تاني يا جماعة لازم تعدل ربع درجة في كل مادة وتعدل 50% من اجمالي المجموع كله بس ده كلام الوزير وكلام اخر كلام ليه واخر تصريح لوزير الترباط والتعليم على النتائج أولى وتانى سألو هتظهر امتى؟ احتمال يوم السبت احتمال الايام دي المهم كل ادارة هي اللي هتعلنها كل مدرسة مش في يوم واحد يعني ممكن تبقى الادارة بتاع دوميات النهاردة ادارة المنصورة بكرة ممكن كده ممكن في لحظة لئي نتيجة الصبح المهم هتبقى على صفحات المدرسة او داخل المدرسة وهتبقى ان شاء الله من داخل الادارات نفسها لو في اي جديد هتكون معانا اول باول يا رب اكتب النجاح لولادنا كلنا ان شاء الله وربنا يحفظ مصر ومصريين كل ثانية وانتوا ضيبين ودايما هتكون معاكم كل جديد من داخل مصدرنا الرسمية انا معكم اوسام ريز مؤسس اجندرس ياريت المشتركش في القناة ينزل اشترك ويفعل الجرس القل حطس الجميع اشعاراتنا اول باول في امان الله اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات وايضا لا تنسى دعمنا بلايك